مكملين في سلسلة إنشاء قناة يوتيوب للمبتدئين هذا الفيديو يعتبر الفيديو التاسع ضمن سلسلة إنشاء قناة يوتيوب للمبتدئين ميزة تتحقق بخطوتين تعتبر شرط أساسي من شروط تحقيق الربع من اليوتيوب والبعض يعتقد أنها فقط لحماية الحساب وفي الحقيقة لا استخدام آخر ويعتبر مهم لنعرف أولاً ما المقصود بتحقق بخطوتين أنت بشكل عام عندما تضيف حساب الجيميل على الجهاز تكتب الحساب وكلمة المرور ويتم إضافة الحساب للجهاز دون أي خطوات أخرى لكن إن بقي الحساب بهذا الشكل وأي شخص يكتب الحساب وكلمة المرور يدخل إلى الحساب سيكون هناك مشكلة لأنه سيصفح من السهل صريقة الحساب والوصول إليه بأي وقت فأولاً جوجل يقول لك نحن أن شأن هذا كميزة تسمى تتحقق بخطوتين فأي يعتبر خطوة ثانية بعد أن تكتب كلمة المرور بشكل صحيح يعني بعد أن نفعيل التحقق بخطوتين ونريد إضافة الحساب إلى الجهاز جوجل لن يكتفي بكتابتك لكلمة المرور والحساب وإنما سيطلب منك خطوة أخرى من الخطوات التي تطيفها أنت فأناس سيكون من الصعب نوعاً مع سرقة حساب الجيميل أن تحقق بخطوتين هي حماية الحساب أولاً وشارط من شروط تحقيق الربح ثانياً حساب الجيميل عند نسيان كلمة المرور إن نسيت كلمة مرور حساب الجيميل والحساب غير مفاعل عليه التحقق بخطوتين سيصبح من الصعب جداً استرجاع حساب الجيميل ولربما يكون من المستحيل أساساً كيف سيعرف جوجل أنه فعلاً هذا الحساب لك لأنه لربما أنت لا تعرف أنه يتم يومياً إن شاء ملايين حسابات الجيميل فطريق جوجل ليتأكد أنه فعلاً هذا الحساب وحسابك لكي يسترجعه لك هو التحقق بخطوتين التي قمت بتفعيلها سابقاً لو كانت مفاعلة على حسابك بكل وساطة يقول لك أعطيني الكود الذي وصلك على رقم الهاتف الذي أطفته أو يقول لك أكتب أحد الرموز الاحتياطية التي قمت بإضافتها أثناء تنفعيل التحقق بخطوتين أو يقول لك مثلاً أعطيني الكود الذي وصلك على حساب الديميل الاحتياطي الذي أطفته أيضاً لكل سؤولة تستخدم واحدة من هذه الخطوات ويتم تغيير كلمة المرور والسرجاء على الحساب فهذه هي الفائدة الثالثة لتفعيل التحقق بخطوتين على الحساب لذلك من الآن إن كانت نيزة التحقق بخطوتين غير مفاعلة على حسابك تكمل معنى الخطوات الآن وتقوم تفعيلها على حسابك لننتقل الآن إلى طريق التفعيلها في البداية ننتقل إلى تطبيق الجيميل نضغط على صورة الجيميل ونضغط على إدارة حسابك على جوجل إن كان هذا الحساب هو حساب آخر تحدد من هنا الحساب الذي تريده نضغط على إدارة حسابك على جوجل وننتقل إلى قسم الأمان ننزل الأسفل التحقق بخطوتين يقول لنا غير مفاعلة نضغط عليها ننزل الأسفل ونضغط على البدء نبتب أولا كلمة المرور ونضغط على التالي يقول لنا استخدمات فكعة كخطوة ثانية لتسجيل الدخول بعد إدخال كلمة المرور يبدو أن أرسل رسالة المطالبة بن كوجل بشكل آمن إلى كل هاتف سجلت الدخول عليه ما عليك سوى أن نقر على الإشعار لمراجعته ويتم تسجيل الدخول يعني هذه الخطوة عندما تقوم بكتابة الحساب وكلمة المرور يظهر لك هنا إشعار في الأعلى للموافقة أو رفض على تسجيل الدخول للحساب نضغط على المتابعة يقول لنا هنا إن فقدت عاتفك أو لم تكن الخطوة الثانية متاحة فستحتاج إلى خيار احتياطي آخر لمساعدتك في تسجيل الدخول يعني لنفترض الميز الأولى لم تعمل لو فقدت الجهاز رخاص بك أو مثلا الجهاز معطل لابد من وجود خيار احتياطي آخر لتسجيل الدخول إلى الحساب يقول لنا هنا الخيار الثاني هو رقم العاتف سنقول الآن بكتابة رقم العاتف وعندما نريد تسجيل الدخول إلى الحساب سيصل الكود على رقم العاتف ونكتب الكود ويتم تسجيل الدخول لنكتب الآن رقم العاتف ونضغط على أرسال وصلنا على الكود نكتب الكود ونضغط على التالي ونضغط الآن على تشغيل الأمعن تم تفعيل التحقق من خطوتين أيضا سنضيف طرق أخرى للأمعن ننزل قليلا للأسفل الرموز الاحتياطية الرموز الاحتياطية هي أرقام معينة يمكنك أن تكتبها بدلا من كلمة المرور مثلا إن نسيت كلمة المرور تكتب بدلا من كلمة المرور رمز الاحتياطي أردت مثلا مع مرور الأيام تغيير كلمة المرور قد يطلق منك رمز الاحتياطي فيجب أن تقوم تفعيل الرموز الاحتياطية لأنها أيضا تعتبر مهمة نضغط على الرموز الاحتياطية ونضغط على الحصول على الرموز الاحتياطية تم إنشاء الرموز الاحتياطية هذه هي الرموز طبعا قمت بإخفائها لا تكتب هذه الرموز مثلاً على الهاتف أو على الكمبيوتر قم بكتابة هذه الرموز على ورقة خارجية لكي عندما يطلبها جوجل تجد أولى تحتاج للبحث عنها وأيضاً الجهاز أو الكمبيوتر معرض في أي وقت للاختراق ومعرض في أي وقت للعطال لذلك تقوم بكتابة هذه الرموز الاحتياطية على ورقة خارجية وكل رمز الاحتياطي واحد يمكنك أن تستخدمه مرة واحدة هذه الرموز هي عشر رموز يمكنك أن تستخدم كل رمز مرة واحدة فقط يقول أن أونى تم تفعيل تحقق بخطوتين وتم تفعيل الرموز الاحتياطية وتم إضافة رقم عاتف كخطوة لتسجيل الدخول بقيت خطوة أخيرة وأيضافة رقم لإسترداد الحساب وإضافة إيميل آخر احتياطي أيضا لإسترجاع الحساب وأيضا نأتي الخطوة تعتبر مهمة لحماية الحساب وأيضا لإسترداد الحساب لنقوم أولا بإضافة رقم عاتف نضغط على إضافة رقم ليسترداد الحساب نكتب رقم الهاتف ونضغط على التالي ونضغط على الحصول على الرمز لتأكيد الكود نكتب الكود ونضغط على إثبات الملكية تم إضافة رقم الهاتف لإسترداد الحساب نقوم بإعادة تحميل الصفحة تم إضافة رقم الخصص لإسترداد الحساب وأيضا نفس الخطوات نقوم بكتابة إيميل احتياطي لإسترداد الحساب نقوم بكتابة الجيميل الاحتياطي ويرسلنا كود على حساب الجيميل ونكتب الكود ويتم إضافة هذا الحساب كحساب لإسترداد حساب الجيميل الأساسي ونقول الآن قد أضفنا بعض الخطوات المهمة لحماية الحساب وإسترداد الحساب عند نسيان كلمة المرور التحقق بخطوتين لا تبع خطوة مهمة لحساب الجيميل والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة